نتحدث عن قطع الأشجار وزراعة الأشجار زي ما قلت الحضاراتكو في كلامين مواطنين كتير بيتكلموا أن الأشجار تقطعت الدولة بتقول لا ما تقطعتش وإحنا تقطعتها بس لأسباب تنموية ولكن إحنا بنزرع أكتر وأكتر السيدة وزيرة البيئة بتدعو لحوار وطني حول قطع الأشجار طبعا الحوار الوطني ده يعني يجي نجدة أي حد عنده أي مشكلة يقول لك نروح الحوار الوطني نقعد نتكلم في موضوع قطع الأشجار مش مهندسة ماذا نفعل يعني خلاص أنا مش محتاجين نقول للناس أن الشجر مهم ومش محتاجين نقول للناس أن مشروعات التنمية مهمة أيضا يبقى إحنا محتاجين نزرع إحنا محتاجين نزرع والمبادرات كتيرة والنواية الطيبة كتيرة ولكن يجب أن إحنا نحترم العلم في الزراعة نحترم إن إحنا عندنا مناخ محتاجين نزرع أشجار عندها نوع من التكيف والتأقلم وتتحمل الصيانة الضعيفة محتاجين إن إحنا نزرع أشجار تتحمل نضرة المياه محتاجين إن إحنا نزرع وأكيد فيه الناس عندها العلم بس إحنا عايزين نشوفهم الناس دول عايزين نتطمن إن ده بيزرع إن إحنا بنشوف دلوقتي الأشجار أكيد مزارة الزراعة الأشجار اللي أنا شايفها بالكثير من الولداء الحقيقة يمكن أنا يمكن أنا ما شفتش كل التشجير ولكن اللي أنا شفته كله الصور اللي جات لي والأفلام اللي جات اللي هم حتى الحكومة عرضتها العمال بيزرعوا أشجار بيزرعوا أشجار بطريقة شبهة عشوائية من غير ما فيه مصدر دائم للمياه وده مهم جدا النهاردة إحنا كل شجرة إحنا بنزرعها إحنا مسؤولين عنها لإن الأشجار دي دي صروة قومية حتى الأشجار الصغيرة اللي حضرتك بتقولي عليها الشتلات الصغيرة كل شتلة دي تعد وتحسب لإن دي فلوس والمية دي فلوس والعمالة دي فلوس فأنا ما أهدرش لوقت ولا جهد ولا طاقة يعني أننا المال بتاعي اللي بيروح ده خصوصا أزيد على حضرتك حاجة إحنا المناخ الحر اللي إحنا شفناه في الأوينة الأخيرة دي ده لسه ولسه أنا لسه كنت بقول حتى أنه التوقعات اللي حيب حر أكتر الشجر أساسي معنا الشجر أساسي يا أستاذ عامل لأن المناخ النهاردة تغير عاوز أقول أني نسبة 40% تغير بمعنى إيه أن عندي النهاردة موجات حرارية ساخنة متلاحقة ليست في مصر فقط ولكن منطقة الشرق الأوسط طبع في العالم كل وده سبب التغيرات المناخية اللي الدول الصناعية الكبرى ما بتهتمش بأنها تضح حد لهذه الزاهرة اللي هي زاهرة احتباس الحداني وبالتالي ده الأكتر من كده الحرب الدائرة في فلسطين هذه الحرب دمرها هيكون على المنطقة كلها في الشرق الأوسط من تلوث بيئي وضرر بالزراعة في هذه المنطقة مش في مصر فقط الرياح بتحرك هذه السحب اللي موجودة بالهوى الملوث ده وعندما تسقط أمطار هتؤثر على الطربة بملوحة زيادة تؤثر على الطربة بعدم جودة في الزراعة كل برضو الفراشة كل حاجة هي سيستيم وكل حاجة بتأثر في التانية وبالتالي يجب نكون فاطنين في ان احنا زيادة المسطحات الخضراء وفي نفس الوقت نقلم من يعني المشروع بتاع القطار الكهربائي ما بين القاهرة جنوب القاهرة وشمال القاهرة انا بكلم على اللوان مرحلة الرابعة دي فعلا ده انجاز كبير جدا مش مجاملة لانه النهاردة بيوفر للسيارات المتحركة طاقة وقود احفوري اللي هو البنزيم والسلط فالنهاردة ما بينقل مليون مواطن او اتنين مليون مواطن من جنوب القاهرة الى شمال القاهرة او العكس وبالتالي ده بيدي زي اوروبا المفروض ان يبقى فيه نركن سيارتنا ونتحرك فيه مواصلات عامة بتكون جديرة برضو نبقى برضو محتاجين الشاب هتعملوا انه يبقى في مجلس النواب عشان عايزينها تبقى خضرة يعني احنا عايزين البلد تبقى خضرة ويعود الخضار فاهمين ان دي كانت مرحلة للتنمية ولكن محتاجين نرجع تاني نخضرها ارجع تاني هقول ان انا بطالب بنفس التعريفات دي يتم التوافق عليها ومحتاجين مخطط يعني هو موضوع التشجير ده او موضوع انه يبقى فيه زيادة الوسحات الخضرة المفروض حاليا وزارة البيئة انا شايفة ان الحكومة طب ما تجيبي وزارة البيئة ما هو طلب الاحاطة ده عشان نجيب وزارة البيئة فيعني ان شاء الله يجبوا هالي في لجنة البيئة ونتكلم يعني نتناقش لانه احنا محتاجين نشوف مخطط كامل وهو موضوع تشجير ده يعني ايكو سيستم يعني مخطط يعني يعني بمعنى انه هيتحط انواع شجر شكلها ايه طريقة الري بتاعتها هتبقى ازاي المية هنا دي مية معالجة دي مية مية شرب ده مية نعمل ايه بزبط هيبقى اللي عناية بيها هتتعامل ازاي بس جهاز شؤون البيئة ما عندهوش بيانات مناخية عن المناطق البيانات المناخية موجودة في الهقيقة العامة لأصاد الجوال المصرية بس هم يقدروا يحلقوها يقدروا يحلقوها حضرتك ما عندهش يا فاندي ما عندهش محطات ما يقدروا يطلبوها يعني يقدروا يطلبوا معلوات يقدروا كذلك البيئة ألف ما فيه انها بتعرف المناخ لا يا فاندي مين قال كده طب ما يجي يقول نقوله المنطقة الفنية مش كلام عام يطلبوها بالحضرتك يجيب اتنين علماء ينتدب 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 اثنين في المزارة من الوزارة المستشارين بينتدبوا مستشارين المستشارين بقى في البيئة دي ما ننزقها بيها يعني ينتدب حضورنا الموضوع مسئولية تضامنية هي مش وزارة واحدة لمسئولة الحكومة كلها مسئولة ولازم المخطط يبقى مخطط كامل ومعروف على مدار قد ايه و ايه انواع الشجر فعلا تبقى لأرى المتخصصين انا بصراحة اعجبت جدا باهتمام المصيرين بهذا الامر طبعا ده شيء رائع فواضح انه ده مسألة مهمة بالنسبة للمزرين الناس حسد بالشمس الخارقة حضرتك شعور يعني مفيش شعور تأرير من الامم المتحدة ده لا لا حد مغرد ولا حد لجان الالكترونية ولا اي حاجة بتتكلم ان التشجير بيخفت درجة الحرارة من اربعة لتمن درجات توصيات دي توصيات المؤتمر الدولي المناخ اللي حاقت كل سنة في شهر نفاربة اتمندين التوصيات عشان نخفض الانبعاثات الكربونية ده حاجة اقليمية ان احنا زيادة المسطحات الخضراء بصفة عامة بس اقول المساحات بعد اذنك لان المسطحات دي انا بخاف قوي يا زرعولي نجيل وهو يقولك احنا زرعنا لان النجيل ده حاجة ضد التنمية المستدامة تماما لا اصل نجيل مش هيمتصر وحضرتك فيه ضيارة اسمها الالبيدو اللي هنعكاسر اشعة الشمس من الاجسام يبقى شجر اشجار انا بقول مسطحات خضراء بصفة عامة المساحات الخضراء تتمثل في كل ما تتخيالين من مسطحات خضراء اشجار نهر زي اللي في العاصمة الإدارية لحدك اشرت اليه انواع اشجار مختلفة يعني الاساس اثناء سرايا احنا نكتوها في برنامج زمان عاوزين نشجر المنطقة الغربية علشان في فصل الربيع بنتعرض لموجات خمسين متربة وبالتالي كانت مكلفة شوية لكن نوع من الاشجار ما بيحتاجش الى كمية من المياه كتيرة فده بيبقى كمصد للرياح المتربة اللي بتقصر عجمية المسطح العربية هو ده تخطيط اللي أنا بطلوب فده كان مطلوب وطلبنا يعني شغلتكو في مجلس النواب ان انتو تجيبوا الحكومة ان احنا انطلبهم لكن هما اللي لازم يحطوا الخطة هي هما التنفيذيين وهما اللي هيجيبوا الناس المتخصصين مش احنا احنا جيها رقبية احنا بنطالب وبنرائب وفي رأي عام انه عايزين نزرع شجر بس مش اي شجر بس مش بالنواية الطيبة حينجح اي مشروع مش بالنواية الطيبة ومش بالارقام اللي بتكتب كتاب خلاص احنا كل المصريين اللي عرض عندهم نواية طيبة للزراعة لكن انا عرض رصيفي قد ايه اللي حزرع عليه الشجرة دي عرض الشرع قد ايه نوع الشجرة لسه في احد المشاهدين بعتلي قال لي يا اخي كل مواطن يزرع شجرة قدام المحل بتاعه يعني في هذا التبسيط البسيط لا يعني مثلا احنا في شارع هو طبعا ميزة ان يزرع شجرة حتى او فوق سطح المنزل يبقى فيه اي قدرة هو دي ميزة بس هي نوع من الاشجار برضو خطة الانهي انواية لانه في شجرة عشان ما تحتبش مياه وممكن جدورها تبوض شبكات الفايبر بتاعت الانترنت عندنا علماء اشجار عندنا علماء يقولوننا نعمل ايه بس يعني خلاص احنا المرحلة اللي فاتت ادي فهمنا انه كان فيه تنمية وبناء عايزين نشجر بقى ونوقف اي قطع بأي صورة من الصوة بتاعت اي مسامل انا خايف على الشجرة اللي قدام البورد رب ما تجيبش سليطة انا خايف على الشجرة اللي قدام البورد نداء الى كل حد لو سمحت انا عارف ان الشجرة دي مش موسعة الشارع انا عارف انها افرع شارع بس انا حبين ان الشجرة اللي قدام البورد في الزمالك ما تتقطعش انا بقول السيدة وزيرة البيئة اهو من بدري لو سمحت يا سيدة وزيرة البيئة قولي للمحليات ان الشجرة اللي قدام البورد اللي في الزمالك اللي مضيئة الشارع اللي عاملة مشكلة في المرور ما تتشلش بنسبة المحليات احنا محتاجين برضو برامج توعية للمحليات اه اه مضيئة الشارع بس احنا كمصريين دي اهم شجرة بالنسبة لنا دي هوية المكان وذاكرة الامة هي دي بقى اللي بنتكلم عليها انا نفسي بس يبقى ليه امنية ان المسؤولة بتاعة الوزيرة البيئة لازم يكون عندها دراية بالمناخ مسؤولة مناخ لان المنظمة العالمية للارصاد الجوية بتسند المناخ ومؤتمرات المناخ الى مرافق الارصاد الجوية لان هي الوحيدة التي لديها بيانات ومعلومات من المؤتمرات المناخية ولذلك التمثيل في المؤتمرات الدولية اسمه هو الوزارة البيئة قالت لنا ان المحليات هي اللي قطعت الاشجار هم بيعملوا ايه يعني المحليات يعني ما بيتبعوش ما بيشوفوش من عرفوش يتصلوا زي ما قلت بالوزير التنمية المحلية يقولونه زي بتقطعوا عشجار وقفوا حالا فورا احنا عندنا نصيبة ايه اللي انتوا بتعملوه دا احنا كلمنا على التشجيل في الشوارع ولكن في نقطة مهمة جدا برضو الحضائق التراثية عندنا احنا كنا عملنا توسيق وتسجيل لحوالي حاجة وثلاثين حديقة تراثية بمشروع كان مشروع وطني قومي جميل جدا عملوا الجهاز القومي للتنصيق الحضاري مع نخبة من الخبراء في الزراعة وفي التخطيط وفي التنصيق وكل حاجة وراجعنا وصقتا وسجلنا اشجار اتنين وثلاثين حديقة احنا النهاردة بنقول من فضلكو الحضائق التراثية الحضائق التراثية دي صروة قومية طبيعية وتراث طبيعي بس هنحتاج نعمل فيها شوية كافيهات برضو هننقطع شوية اشجار ونحط برضو شوية كافيهات ده مطلوب بس بردو برضو اتتتش والله يا عمري بي انا بخات منك يا عمري بي اتتتش بتاع الكافيهات وحديدك دعوكي بكرة في الحوار الوطني بتاع الاشجار ده انا لا وانتي مالكو من الاشجار فعلا انا بالظبط كده انتي كمان عايزة تيجي دعوكي دعونا الحمد لله انا كمان وبينقللهم بقى وجهة نظارنا لا اكيد بالتأكيد يعني انا بشكر حضراتكو شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من برنامج الحكاية ارجوكم ابقوا